بقولك إيه؟ نعم الزوج اللي يتاري على مراته ده بيتعمل معاه إيه؟ اللي هو كويس كل حاجة بس بيستظرف وبيعمل عليها أعداد حده من الناس قلتها لك في الحلقة اللي فاتت وقلتها في الحلقة دي تانية بس عايزي الناس أمان الراجل اللي يهون عليه أزيتك وزعلك بتصرف بكلمة بإشارة وتبقي هين عليه عمره ما يكون بيحبك بس لا قلتها كده ويبقيتها يتغير يلا وأنا أقول ما هي غلطتها غلطت المجتمع أسانا أقدر أغير فلان عمرها ما حصلت وعلى مر الزمأة وعلى محدش بيتغير في الحاجات البيزيكس ما بيتغيروش في البيزيكس وليو حاولت يتغيري لو ستة أو راجل حتى وحاولت يتغيري بقى يزبط نفسه كده شوية صغيرين ويرجع تاني وبعدين يقولك أنت غيرتيني أنت ما بقتش أنا أحرم عليكي لا فينوها أخوة وهو أنت بتغيري يعديكي في كل حاجة أو يعمل زي ما بيعمل دلوقتي يكرهني فليش عشان حاولت أغير في حاجة مش عجبيني وبنغيرها لمصلحتنا مش لمصلحتي الغلط بتاع الست دائما أبدا أن هي من أول خالص نسيت حتة الإسماء والنصيب هي شافت سنها كبر شكلها قدام الناس وحش يلا اللي حيجي يقول شيل يشيل هو أني أحلى لو نحن بنحارب الألقاب حتى في المجتمع المطلقة أو لم تتجوزتش؟ دي بني أدمى ودي بني أدمى ولا حد واخد ألقاب وده رزق ربنا وده رزق ربنا ولما أعترض على ده أو أعترض على ده بأعترض على الربنا الدهولي سؤال كريتيكي واضحة الناس اللي بتبقى بتاع يعني هو طبعا الخلفة بإيد ربنا بس الناس اللي بتبقى داخل على الجواز وأحيانا زي ما احنا بنقول بتبقى فيه أيام معروفة فبيعملوا دايما الفرح قبل الأيام دي عشان تخلف على طول وش هي بتتعتي عيل واتنين حتى لو اتطلقت يا عيل بمعاك عيل أوعت اتطلق ايك اتطلعي من الجوازة كده تربوتي بالعيال اديني بقى حاجة جميلة ونصايح وعلم النفس بيقول ايه في الحالات دي أرجوكو مش عايز حاجة تانية اللي أقدر أقول إن المفاهيم الغلط بتؤدي بينا إلى الهوية أنا ما بجيبش عيال علشان أربط الراجل النية لو هي النية ربط الراجل عمر ما بيطربت من الرجالة وخلاصها قلصت وقدينا بنتفرج على كل الأمثال اللي حاولينا أنا أجيب ولاد عشان أنا عايزة الولاد عشان دي حاجة ما بني وما بين الشخص اللي اتجوزته عشان عيلة ما بني على باطل فهو باطل لما أقول إن أنا أول ما اتجاوز أنا أجيب لأ ظروفي إيه وانا ممكن تبقى ظروفي كويسة وميوصرة وانا عايز أجيب ولاد وجوزي عايز أجيب ولاد خلاص جيبوه من أول سنة لكن أنا دايما أقول في سن صغير إنتي ببكتنيش مستوعبة يعني ياخد بالي من طفل وده رئيسة من عند ربنا ولا حتى في سن كبير افهمي كويس ده ده فرشور لكن أنا بقول إيه من أول سنة ولا آخر سنة هي مش فارق هي على حسب كل حالة على حسب حالتها ولكن اللي أهم إن أنا بقى مستعدة من جوايا أو لو لقيت نفسي أسقط في يدي أشتغل على نفسي عشان أستعد على المسئولية والهدية لربنا من دهالي أنا هتحاسب قدام ربنا على الهدية اللي هو دهالي لو مش عرفت أخذ بالي منها تبغلت تسيقى جاوبتيني على السؤال أنه هتقول لها باباها هتقول لها باباها ميت ولا لأ آخر سؤال هتختم به معاك فضل لو كانت سألتنا تتطلق ولا لأ كنت هتقولي في قصة النهاردة تتطلق تتطلق تنجيب نفسها مرة واحدة كده على ذلك آه لا 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 حالو تنجيب نفسها ما احنا قلنا في حاجات ما بتتصلحش تنجيب نفسها وتنجيب بنتها ويا رب يقدرها على أنها تطلع بنت سوية جميلة تفرح بيها وتاخد بالها منها وتعوضها ليه شفيتم نورتين يا ريهان